السبب الأساسي بقى هنشوف في الحالات الفنية الشكل التكتيكي يعني لو استعرضنا أول حالة فنية نبدأ بيها طبعا إحنا زي ما قلنا كنا بنلعب 4-4-2 هو فكر موسيماني إن أنا حلعب بأفشة جناح يمين ودي من وجهة نظري كانت المشكلة الأساسية والسبب الأساسي في الظهور بهذا الشكل إحنا الشيط التاني تغيرنا ليه؟ لما أفشة دخل في عمق الملعب ده اللي حنبينه بالحالات من الدقيقة 68 لما دخل ارتكاس تاني ليه؟ تعال نستعرض نجيبها هنا بس نستعرض أول حالة معنا بص حدك يعني ده أول حاجة ده اسلوب لعب وموسيماني إن أنا حلعب إيه؟ نفس الطريق أنا بادئ بنفس فكر فيتا حلعب 4-4-2 أجييج ناح شمال أفشج ناح يمين اللي اتنين اللي قدام بضغط بمنع إنهم يحضروا الهجمة مروان ومحمد شريف وبالعب دفاع عالي في وسط الملعب عشان كده كسهر يعني المساحات وراء ليه ظهرت المساحات اللي وراء خط الدفاع دي؟ لأن الضغط بتاعنا ما كانش قوي عكس مباراة فيتا الضغط بتاعنا ما كانش قوي كان بتفلت في بعض الأحيان ما كانش منظم قوي وبالتالي ظهرت المساحات ظهر مثلا بدري بنون مش في حالته ظهر ياسر إبراهيم مش في حالته قوي الصورة اللي قدامنا برضو يا أحمد دلوقتي مروان هناك بيضغط شريف وقف صح؟ مروان بيضغط ده دي في بداية المباراة حلو أول قفش وقف صح؟ طبعا دي الوقفة دي صح ده كان فكر موسيماني في بداية المباراة إن أنا حلعب بنفس طريقة فيتا إن أنا حلعب أربعة أربعة أتنين حبدأ ضغط عالي هحاول الضغط في أول خمس ده أول عشر ده كنا مشين كويس إن احنا بنضغط بس هي في بعض الأحيان الضغط ما كانش كويس الحاجة الثانية إن احنا اتغادرنا بضربة سابتة ما كانش فيه تركيز بالضربة السابتة طب إيه بقى يعني أنت بقى مفروض في الشرط الأول أنت بدأت بطريقة في الشرط الأول حصل إن أنت كنت غير موفق أو البعض اللعيبة ما كانتش موفقة مفروض إن أنا كنت أعدل بقى على طول يعني نوعا ما التغيير اتأخرت شواء كانت في الدقيقة 68 بس تعالى نشوف الصورة الثانية إيه سبب الفكرة الفنية أو المشكلة الفنية في التحضير أولا ده الشرط الأول كان عندنا بطء في تحضير الهجمة صحيح بطء رهيب طب إيه سببه سببه وجود النقفش نحية اليمين بص أفشة فين بعيد جدا وبالتالي فيه فجوة في وسط الملعب ده كانت مشكلة النادي الأهل في المطش كله هي الفجوة اللي في وسط الملعب طب هقول لك حاجة برضو من على الخط شوية لكن ده كمان دور لعيب إنه فاتم لأوقات أفشة بيلعب جناح يمين دابل بوزيشن آآ بيلعب ملكة جناح يمين بيلعب جناح يمين وإحنا معنا القورة المفروض يبقى عشرة عشرة صح إحنا وإحنا بنتغط بيبقى ضغط ناحية اليمين لكن في الجزئية أو في الصورة دي الدائرة الكبيرة دي يعني أعتقد إن أفشة كان لازم يكون كمان قدام الحكم عشان يستلم الكورة ده فريق حافظك ركز عليك ذاكرة كويس في مقراد فيتا فكان بيلعب بمنطقة الضغط إن أنا هلعب في الضغط في وسط ملعبي وفي نفس الوقت هو أيه قافل وسط الملعب فكان مفروض حد هنا بينزل يسقط ده كان دور أفشة إن أنا ننزل أسقط أو عمر السلائي يتحرك في المساحات دي أو دي يونج واحد فيهم لازم كان يعمل عملية الرابط ليه؟ ما كانش فيه ربط بين الخطوط دي كانت المشكلة إن أنا بلعب أربعة أربعة أتنين وسط الملعب عندي فاضي بنفس الشكل ده ليه؟ لإن أفشة كان بلعب جناح يمين وبالتالي كان أفشة لازم يدخل في عمق الملعب أو السلائي يزيد أو أليو ديونج يزيد فعلشان كده ده بنوضح بس للناس ليه؟ كان التحضير بطيء إحنا كنا حسين التحضير بطيء لإن ما فيش حد بينزل يسقط وبالتالي ياسر إبراهيم ياخد الكورة مفيش حل أنا ألعب تمريرة طولية لقدام وبالتالي الكورة التانية كنا بنخسرها لأن أصلا ما فيه فجوة فاصل الملعب برضو عمر السلية تجيله الكورة يعني مثلا ياسر إبراهيم معاه الكورة هو فبالتالي مفيش حد بيديله ليه؟ لأنه مفيش حد في عمق الملعب هنا كان كان محمد مجدي أفشة لو إحنا كنا حولنا الطريقة الأربعة اتنين تلاتة واحد كان محمد مجدي أفشة هينزل كابليميكر برضو عشان ما نتكلمش في طريقة اللي إحنا نتكلم في مهام لعيبة مهام لعيبة ممكن نلعب هلعب في وقت من الوقات بقول لي مجدي أفشة والله إنت ممكن تبقى جناح يمين في حالة الضغط إنك بتضغط على الباك الشمال لكن في حالة وإحنا بنعمل بلد أب هينزل استلم بتحويل بالزبط بتبقى رقم عشرة وبالتالي كان على أفشة المفروض إنه يكون أفشة أفشة بعيد جدا آه يعني جناح يمين هناك في وسط ملعب الخصم بيلعب هناك وبالتالي كان فيه مساحة كبيرة فدور إن أفشة وأجاي مفروض واحد فيهم ينزل يسقط بحيث إن انت الأجنحة يعني تدخل لعمق الملعب وبالتالي واحد فيهم يستلم أو عمر السلية يكمل قدام عشان يوصل بس الكورة ففضلنا في حالة من التوهان وفي نفس الوقت برضو المريخ خطفك بضربة سابتة الجون التاني جيه ضربة الجزاء جت وضاعت ودي كانت نقطة التحول في المباراة ضربة الجزاء بتضيع وفي نفس الوقت انت حسيت إن اتفاعي الأهل إيه إحنا بنلعب دفاع عالي وفي نفس الوقت بدري بنون مش في حالته هو مش فكرة مش في حالته هي فكرة إن أنا بلعب دفاع عالي ومش بضغط ضغط عالي فأنا لو بضغط من قدام بدري بنون مش حيزر كده ياسر إبراهيم مش حيزر كده فهي كانت المنظومة ككل مش في حالتها تمام المنظومة ككل وبالتالي لما دخلنا في الديئة 64 أو 68 لما بدأ موسماني يغير يدخل أفشة كارتكاس تاني جنب مين جنب السلية لعب 6 أو 8 لعب 8 جنب السلية وحولها 4 2 3 1 ودفع بواليد سليمان نحية الشمال طاهر محمد طاهر نحية اليمين الشحات وقدام بوالية فالطريقة عدلة بدأ أن فيه أفشة ينزل يستلم بدأ الشكل يتغير بدأنا نضغط طبعا مع شخصية النادي الأهلي طب ما دالي بكلمك عليه احنا لعبنا بنفس التشكيلة ونفس اللعيبة في مباراة فيتا كلاب مباراة فيتا كلاب كنا بنعمل ضغط عالي كان الضغط العالي أفضل شوية وده شال شوية من على خط النص وخط الدفاع انت بتحلل موقفة جواية نقطتين النقطة الأولانية ان الضغط العالي ما كانش بيه الإيجابية السليمة وجزء الثاني كمان ان وجود فراغات في نص الملعب بعدم وجود أفشة مفيش ربط بين الخطوط مفيش لعب يتحرك في الهوفيس بيس أو في المساحات اللي بنبيله الخطوط دي الحاجة التالتة ان فيتا كلاب مدارف فيتا كلاب اتفاجئ بطريقة اللعبة دي فكانت مفاجأة بالنسباله الحاجة الرابعة كمان ان فيتا كلاب أصلا نقطة الضعف عندهم الأطراف الظاهرين المساحات اللي وراء الظاهرين على مبارات فيتا فعشان كده نجحنا قوي لكن هنا انت مش بتقابل نفس المنافس انت بتقابل آه منافس أظهرته أقوى شوية بيلعبك بلوب لك بيحاول يغطي آه ممكن يكون أقل فنيا بس هو كلهم بيلعبوا لوب لك في وسط ملعبهم فبيداء عليك المساحات فعملك عملية الفصل فصل الترمومتري بتاعك في وسط الملعب الصورة اللي بعدها بقى نفس الشكل بص قادي عمر الثلية نزل بص قادي المساحة في وسط الملعب قفشة برضو في نفس الحتة وبالتالي عمر الثلية هنا مفروض حد يعني بنلعب تمرير طولي كتير قوي ده مش لعبنا طبعا طرينا ان احنا نلعب تمرير طولي عشان كانت مشكلة في وسط الملعب الحتة دي مهمة جدا دي كانت نقطة يعني الصغرة اللي كانت موجودة عندنا او السبب في الظهور في الشرط الاول الفني طبعا الصورة اللي بعدها نفس الشكل برضو ادي الكورة برضو تمرير طولي ودي المساحات قد ايه ودي مروان يعني بص اصلا الوسط الملعب مش باين ودي مروان ومحمد شريف فين اهم بص المسافة قد ايه وبالتالي مفيش ربط خالب مفيش حد في وسط الملعب انت بتتكلم على يعني الخطوط مش قريبة من بعض وبالتالي كان المفروض لو الصورة دي طبعية كان يبقى نص الملعب بتاعنا موجود يبقى حتلاقي ديان حتا الكورة التانية مش هتخدها اصلا انت لو بتعمل تمرير طولي الكورة التانية مش هتلاقي حد في وسط الملعب يخدها وبالتالي انت مظهر يعني ده كان الشوت الاول برضو ضيعة ضربة الجزاء فرقت معانا صحيح كل الحال ما كانش في حالتنا برضو يعني طبعا نتيجة التوقف الدولي نتيجة الحاجات اللي احنا قلناها كلها نبص برضو للحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها ده بقى مين اللي نزل هنا في الديئة 68 لما التجيرات حصلت افشا بدأ ينزل يستلم ودي عمر السلية هورا يحلو بدأنا نلعب كرة على الارض بدأنا نرجع لشكلنا الطبيعي بدأنا نرجع كرتنا النتيجة رجعت تاني اتنين اتنين ورجعنا بشخصية النادي الاهلي ليه لما افشا رجع في وسط الملعب افشا واحد من اهم اللعيبه في مصر بصراحة ولعيب نموذجي لعيب يعني واحد من اهم صناع الالعاب على مستوى الكرة الافريقية احنا ما نستعرض حتى التشكيل المثالي هنلاقيه موجود في التشكيل المثالي بالارقام افشا واحد من اهم هو افضل صناع العاب حاليا ندخل كرة افريقيا يعني محمد مجدي افشا لما بينزل ويكون في حالته النادي الاهلي حالته كلها بتتغير صحيح صحيح دي لقطة طبعا افشا نزل نزل ده بدأ انا بقى مديها تمانية وستين وليد سليمان بقى قدام حسين الشحات طاهر بواليا بدأنا نشتغل الاطراف تشتغل محمد هاني كمان برضو الشط الاول انت بتلعب باتنين فراودة والظاهرين ما بيتروش يعني محمد هاني ما شفناهوش بيتقدم كتير ما شفناش ايمن اشرف بيتقدم كتير وبالتالي ما نقدرش نلوم الاتنين المهاجمين وما فيه راس مال المهاجمين الكرات العرضية صحيح وبالتالي ما كانش فيه الشكل ده في الشط الاول نكمل الصورة اللي بعدها ديت بعض الحالات الدفاعية احنا الضغط بقى هنا ما كانش قوي وبالتالي ادي بدري بنون هوا ياسر ده الجون اللي جا فينا اللي هو الجون التاني احنا بنلعب دفاع عالي وبالتالي اي تمريرة لعبة في ظهرهم ظهرتهم بالشكل ده ليه لان انت مش ضغط نفس الضغط بتاع مبارات بيتا دايما دكتور وحاكلم يعني انت جبت المختصر ان احنا ظهرنا بهذا الشكل في الشط الاولاني يمكن مش اداة جيد نتيجة عدم الضغط بايجابية وكان فيه مساحات لك